ستة وسبعون مركزا وزعت على عموم محافظة البصرة تم افتتاحها لغرض تحديث بيانات الناخبين البايومترية ومن أصل أكثر من مليون وثمانمائة ناخب تم التسجيل لأكثر من تسع وستين بالمئة ونسبة توزيع البطاقات المطبوعة وصل إلى أكثر من ثمان وسبعين بالمئة توزيع بطاقة الناخب وإجراء تسجيل بايومتري خصوصا أنه تم افتتاح مرحلة تحديث سجل الناخبين اعتبارا من اثنين واحد وبهذا الصدد نسقنا مع الحكومة المحلية ودوار القام مقام في الأقضية والنواحي والمخاطير من أجل حث المواطنين على تحديث بياناتهم البايومترية يعني نسبة المراجعين للمركز يعني محتدلة بطاقات يعني جاي نوزع 13 ألف بطاقة موجودة عندي هس تقريبا وزعت بين 6 ألف بطاقة ولا يقتصر تحديث البيانات في المراكز الخاصة بل يشمل فرقا جوالة لتسهيل كافة العملية المتعلقة وعلى مدى أيام الأسبوع مع تواصل دعوات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتحديث معلومات المواليد الجديدة ومن يحق لهم الانتخاب توجد في المحافظة 76 مركز منتشر على العموم المحافظة الأقضية والنواحي فتوجد فرق جوالة مستمرة بعملها كذلك فترة تحديث وتوزيع البطاقة في مراكز تسجيل من الساعة الثامنة لغاية الساعة الثالثة وفرق جوالة من الساعة العاشرة لغاية الساعة الخامسة عصرا بالنسبة للتوزيع البطاقات وتسجيل بايومتري مستمرين بعمل المراكز تسجيل وخصوصا اللي استهدفنا للناخبين 2003 أحث المواطنين بأن يعني يجون بأن يسووها لأن أولا هاية تحد من الفساد الإداري الانتخابي ثانيا إلك يعني مو أنت عراقي وهي عندك ونريد تغير فتشيبها البلد هذا وإن شاء الله نتمنى من الله أن يسعد الشعب العراقي اعتماد مفوضية الانتخابات في إعداد سجل الناخبين على أحدث بيانات وفقا لقاعدة بيانات البطاقة التموينية من البصرة طارق الطربوش العراقية الإخبارية